بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونبدأ المشوار لهذا الأسبوع ونتحدث عن خصائص وفضائل هذا اليوم العظيم يوم الجمعة وقلنا أنه من خصائصه أنه يوم عيد متكرر فيحرم صومه مفردا مخالفة ليهود والنصارى وليتقوى العبد على الطاعات الخاصة به من صلاة ودعاء وغيرها وأيضا أنه يوم المزيد يتجلى الله فيه المؤمنين في الجنة قال تعالى ولدينا مزيد وقال أنس رضي الله عنه يتجلى لهم في كل جمعة وطبعا في الحث على يوم الجمعة وأنه خير الأيام قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة كما رواه مسلم نعم مستمع الكرام يوم الجمعة هذا اليوم العظيم الذي يجب على المسلمين أن يحرصوا على استغلاله والدعاء فيه ويعني التنفع منه خير استغلاله فهذا اليوم العظيم يوم الجمعة فيه ساعة الإجابة كما قال صلى الله عليه وسلم فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى هذه الساعة أشار بيده يقللها رواه بخاري ومسلم وهذا اليوم العظيم أيضا الأعمال الصالحة فيها فضل عظيم في هذا اليوم فيقول صلى الله عليه وسلم خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبه كما صحح الألباني في السلسلة الصحيحة وأيضا أنه يوم تقوم فيه الساعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وأيضا يوم الجمعة يوم تكفر فيه السيئات فعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيبه ببيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين عندما يدخل المسجد نعم ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى نعم كذلك أحبة الإيمان من فضائل هذا اليوم وخصائصه أن للماشي إلى الجمعة أجر عظيم فقد قال صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيمها الله يعني أجر عظيم جدا أخوة الإيمان أن الإنسان يغتسل ببيته ويبكر إلى الصلاة وله كل هذا الأجر العظيم وطبعا قال ابن القيم إن الصدقة فيه خير من الصدقة في غيره من الأيام قال ابن القيم والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان هذا كلام ابن القيم وليس كلامي أنا والصدقة فيه أي في يوم الجمعة بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور ثم قال وشاهدت أي ابن القيم يقول وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية إذا خرج إلى يوم الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا وهناك طبعا فضائل أخرى ومزايا لهذا اليوم العظيم ولو لم يكن فيه إلا مزية واحدة مما ذكرنا لا كفى بالمرء حفظا له وحرصا عليه فكيف إذا اجتمعت فيه فضائل عظيمة وخصال كثيرة لهذا اليوم أي يوم الجمعة نعم حبة الإيمان أيضا من هذه الفضائل العظيمة أن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام يقول صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم آت الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه أي الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى الله 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 أيضا قضية التبكير إلى الصلاة وهذا الأمر يتهون به كثير من الناس حتى أن البعض لا ينهض من فراشه أو لا يخرج من بيته إلا بعد دخول الخطيب وآخرون قبل دخول الخطيب بدقائق معدودة وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر ومثل المهجر أي المبكر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة كما رواه مسلم فجعل التبكير إلى الصلاة مثل التقرب إلى الله بالأموال فيكون المبكر مثل من يجمع بين عبادتين بدنية ومالية وكما يحصل يوم الأضحى نعم أخي رجعان ومسلمين الكرام يعني أيضا في يوم الجمعة يسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نحن دخلنا فيه يعني واجبات يوم الجمعة أو ما يستحب في يوم الجمعة يسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم مفروضة علي نعم طبعا لا شك أن هناك مزايا عديدة لهذا اليوم العظيم سوف تكون لنا معها وقفات في الأسابيع القادمة بإذن الله أحب اللي يحب الخير أحب اللي يحب الخير أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونه أحب اللي على ما قيل يزن الحق بعيونه مع القرآن والسنة رب الكون يرجونه كما البستان بزهوره على حسنه زهدونه على حسنه زهدونه من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه على سنه عن البدعة ترهم ما يودونه من الوحيين من شاهم راب البيت يرضونه على سنه عن البدعة ترهم ما يودونه على الشيطان وجنوده كما سيف يسلونا والله يزن الوصف بوصوفا صلح القلب مخزونا ليل الجنة وخوف النار في الثلال يدعونا والرحمن يعطيهم طيب المسك بردونا ليل الجنة وخوف النار في الثلال يدعونا والرحمن يعطيهم طيب المسك بردونا يزيد النور من نورا يزن القلب يخشونا تقول المزن برعودا على هنا وعلى هنا أحب اللي يحب الخير وأحب اللي يحبونا أحب اللي على ما قيل يزن الحك سبيل الوقف في ديني إذا ضاعت على ويني سبيل يرفع الهامة إذا ربي سأل ويني سبيل الوقف في ديني إذا ضاعت على ويني سبيل يرفع الهامة إذا ربي سأل ويني إذا ربي سأل ويني سبيل من الأجر جاري وطبعا حياكم الله نبدأ في الوقفة الأخبارية لهذا الأسبوع وبرنامج وقفات دعوية ونتطرق فيها إلى أخبار الأوقاف وأنشاء الأنشطة التي قامت بها وزارة الأوقاف في الفترة الماضية ونبدأ هذه الوقفة من هذا الخبر فيقول من خلال سلسلة محاضرات وندوات وورش عمل مشتركة بين الوزارتين الإعلام والأوقاف توقعان بروتوكول تعاون لتطوير الخطاب الإعلامي الديني فقد وقعت وزارة الإعلام بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية يهدف إلى تطوير الخطاب الإعلامي الديني من خلال إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والمشاريع الإعلامية المشتركة ما بين الوزارتين وقال وكيل وزارة الإعلام صلاح منصور مباركي في تصريح صحفي أمس أن البروتوكول يأتي ضمن استعدادات الوزارة لإطلاق حملتها الإعلامية التي تقوم على مفهوم الشراكة مع كل الفاعلين في المجتمع ومن وزارات ومؤسسات حكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات العلمية والثقافية وغيرها وأضاف مباركي أن وزارة الإعلام تعي أهمية دور الإعلام الديني في المجتمع إذ أن الدين ثقافة ومنهاج حياة في مجتمع محافظ كالمجتمع الكويتي يدعو إلى الوسطية وأن تلعب القيم دورا أساسيا في الحفاظ على الأسرة وسلوكيات الفرد وصولا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتأكيد على لحمة المجتمع الكويتي بعيدا عن الطروحات التي تسعى إلى الفرق المجتمعية وعن برنامج شركاء في القيم أشار إلى أنه يأتي ضمن منظومة من الشركات المتعددة التي ستطلقها الوزارة مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة إضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الشباب والمؤسسات العلمية والجمعيات التعاونية مشددا على أن التعاون مع وزارة الأوقاف يعتبر باكورة هذه الشراكة تقديرا لدورها في الاهتمام بالرسالة الإعلامية التوعوية ولما لها من أثر مهم داخل الكويت وخارجها من جانبه أكد وكيل وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية دكتور عدل الفلاح أن بروتوكول التعاون بين الوزارتين سيهتم بكل القضايا التي تهم المجتمع العربي بشكل عام والكويتي بشكل خاص وذلك بما يتلاءم ويتواكب مع القضايا الإسلامية والإعلامية المعاصمة نعم زميلي رجعان استكمالا لهذا التصريح تصريح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دكتور عدل الفلاح فيما يخص هذا البروتوكول وورشة العمل التي كانت بين وزارة الأوقاف ووزارة الإعلام هذه المحاضرات وورش العمل المشتركة والتي تهدف إلى تطوير الخطاب الديني كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عدل الفلاح عن فحوى تطوير الخطاب الديني الذي وقعت الوزارة بروتوكولا بشأنه مع وزارة الإعلام يهدف أن هذا البروتوكول يهدف لتأهيل الأئمة والخطباء من خلال إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل والبرامج الإذاعية والتلفزيونية والمشاريع الإعلامية المشتركة بين الوزارتين والمشاريع الإعلامية المشتركة